موسيقى سويدن تصلط الضوء على سويد هذا الشهر بلد استطاع أن يحمي نفسه من الأزمة الاقتصادية العالمية ويعتبر الأكثر هناء في العالم لكن العاطلون عن العمل والهجة وظهور اليمين المتطرف جميعها تدفع إلى تنام قلق مواطنيها لمناقشة هذه الأمور وغيرها التقينا رئيس الوزراء فريدريك راينفيلد مع علي رئيس الوزراء شكرا لانضمامك لبرنامجنا هل توافق على أن هناك فرقا بين صورة السويد التي نعرفها وما هي عليه على أرض الواقع؟ الكثيرون يرغبون بمتابعة ما يحدث في السويد فيما يتعلق بطموحتنا القديمة أعتقد أننا نقوم بإصلاح اقتصادي يمكن أن يكون نموذجا يتبعه الآخرون فإن نظرتم إلى السويد اليوم ستجدون أن لها قدرة نمو أكبر من غيرها من البلدان الأوروبية لقد أصبتنا الأزمة الاقتصادية وإنما ليس بحجم بقية الدول الأوروبية المؤتمر الاقتصادي العالمي في تقريره تضمن أن السويد هو أكثر البلدان قدرة على الإنتاج والمنافسة الاقتصادية في العالم لكن على الصعيد الاجتماعي تعانون من صعوبات مثل بطالة الشباب المرتفعة هل تتحملون هذه المسئولية؟ هل تتحمل حكومتكم مسئولية هذا الفشل؟ أتفق معك بوجود تنافس تجاري وإنما لاحظنا وجود تباطئ في نتائج التعليم منذ ما يقارب العشرين عاما أعتقد أنه في الماضي لم نكن ننظر جيدا وبما فيه الكفاية إلى النظام التعليمي لكننا اليوم نعيد تنظيمه ماذا ستعطي هذه المعايير نتائجها؟ أعتقد أنها بدأت تظهر لكننا نحتاج إلى نمو الاقتصاد ونتوقعه عام 2014 بنسبة 2.5% إنها أفضل أشكال النمو في الاتحاد الأوروبي وتحتاج لتطبيق فالعدد من الشباب العاطلين عن العمل والذين لا خبرة مثلية لهم وتعليم مثلي ليس الخير الأفضل لأرباب العمل إنها الطريق للوصول بسهولة إلى سوق العمل مما يفسر النسبة العالية من البطالة لذلك نحن نعمل معهم خاصة أولئك الذين تسربوا من المدرسة ولا خبرة لديهم إذا عدنا إلى تلك الفكرة الصورة والحقيقة الصورة تشير إلى أن المجتمع السويدي عادل ومتسامح أما حين ننظر إلى داخله من وجهة نظري حين قامت أعمال الشغب في أحياء يقتنها مهاجرون في شهر مايو أيار الماضي لقد تضمت الجميع وآثرت نقاشات حول المهاجرين وعلاقتهم مع المجتمع السويدي إنه جزء وهذا ليس جديدا هذا النقاش بين أقطاب المجتمع بدأ منذ سبعينيات أعمال الشغب التي وصلت لهذا الحد كانت جديدة ما شهدناه هو مجموعة من الشبان العطلين عن العمل غالبيتهم لهم علاقة بنشاطة إجرامية وتجارة المخدرات العديد منهم يؤمنون بالعنف التعامل بعنف مع الآخرين تجاه الشرطة ورجال الإطفاء وبالطبع لديهم مشكلة لكن يجب أن تعلم أن 95% من المقيمين في تلك الضواحي طلبوا بإيقاف تدمير منطقتهم بإيقاف تدمير تلك الضحية لكن البعض يقول إن النموذج السويدي يجري دفعه نحو التطرف فهناك مزيج كبير بين الإثنيات وأعتقد أن 15% من الشعب يرى أن السويد لا يمكن أن تصمد أمام هذا الأمر لا أتفق معك لدينا أجيال من المهاجرين الذين أتوا إلى السويد اندمجوا في المجتمع السويدي ونتج عن ذلك مجتمع مثير ومتعدد الإثنيات ما حدث منذ السبعينيات وبعدها هو وصول تلك الأجيال ولم يكن سهلا وجود فرص للعمل كما كان في السابق وذلك لازدياد تعقيدة سوق العمل فالأمر ليس سهلا كما يبدو عليه العديد من اللاجئين يأتون اليوم مع مستوى تعليمي مخفض تماما لكن ما أقوله إننا نعمل على حل هذه المشكلة إننا نزيد ساعة تعليم الإنجليزية وكذلك في نظامنا المدرسي لأننا نحتاج لذلك لدينا مجتمع يشيخ وليس لدينا ما يكفي من الأطفال المولودين في السويد لذلك نحن بحاجة لأناس يأتون إلى السويد للحفاظ على طموحاتنا تميزت السويد بأنها من الدول القلائل التي سهلت أمور السوريين اللاجئين إليها لكن ذلك أثر في نسبة شعبيتك فبماذا تجيب على ذلك؟ سبعة آلاف لاجئ وصلوا من سوريا هذا العام ويجب أن نقر أن العديد من المواطنين هم سوري الأصل والعديد منهم يعرفون أناسا ولديهم أقربا جاءوا إلى السويد في الماضي التعاطي مع السوريين سهل مقارنة مع بقية المجموعات لناحية اندماجهم في المجتمع السويدي إنهم أرباب عمل جيدون وقد استطاعوا أن يجدوا أعمالا لهم بالطبع بعض السياسيين السويديين طالبوا بإقفال الحدود لمنع دخول أي شخص وأعتقدوا بأن هؤلاء سيبقون مهمشين مع بعض الدعمين لهم في الوقت الذي ترين فيه غالبية الشعب السويدي يطالب بالإبقاء على فتح باب الهجرة إنهم أقلية لكن عددهم يزداد في الانتخابات الأخيرة تضاعف عدد الديمقراطيين المناهدين للهجرة كانوا يشكلون 5% أما اليوم فنسبتهم 10% ألم تأخذوا هذا الأمر في الحسبان حين تنظرون إلى وضع الهجرة في السويد؟ تضعف عددهم في استطلاعات الرأي ولكن ليس في نتائج الانتخابات لكن يجب أن تهتموا بها نعم لكن لا أهتم بها لقد رأيناهم في أنحاء أخرى من أوروبا لن نستخدم لهجتهم لن نسمح لهم بالتأثير علينا سنعزلهم ونقول إننا نؤمن بمجتمعنا المثالي المفتح اتفقت مع الاتلاف اليمني والوسط للأحزاب الأربعة مع حزب الخضر الذي هو لبرالي والمفتح على هذه المسائل ربما نملك أكثر الأنظمة فتاحا في العالم على هجرة اليد العاملة لذا لدينا عدد هائل من الناس ممن يملكون مؤهلة عالية وعادية يأتون إلى السويد للعمل وتشير الأرقام إلى أن قسما كبيرا من القوى العاملة حاليا ولدت خارج السويد في النرويج حصل الحزب المعارض للهجرة على 16% من المقترعين ألا يحصل ذلك في السويد فأنتم على أبواب انتخابات العام المقبل؟ لا أؤمن بالحلول التي وضعوها ولا نحتاجها في السويد لا أقول إنني سأتبع خريطة الطريق التي وضعتها البلدان الأخرى ولا أريد استخدام عبارتهم وتوصفهم إنني أؤمن بمجتمع مفاتح أؤمن بأن الناس على اختلاف أصولهم يمكنهم العيش مع بعضهم البعض كما أؤمن بأن هذا ما يشعل المجتمع يعمل من هم من يقول إنه سيصبح صنيع ملوك في الانتخابات المقبلة أما تحالفكم بانحضار في استطلاعات الرأي ألا تتفاوضوا مع ديمقراطيين؟ سنعزلهم ولنجعلهم يؤثرون علينا فما يهتمون به هو محاربة المهاجرين ولا أؤمن بهذا الفكر السياسي البعض يعتبر أن هذا النهج يعطيهم المزيد من الهواء للتنفس فإن لم تتفاوض معهم فإن حجاجهم ستسوق بسهولة نعم لكن حتى في البدن التي قامت عكس ذلك وتم التفاوض معهم جرى إعطاؤهم تأثيرا سياسيا أيضا لذا هذا يعكس التوتر الموجود حين نواجه التغيير ومشاكل غير مرتبطة فقط مع المهاجرين وإنما هي جزء من السويد وحين نواجه من يقول إن المستقبل في مكان آخر هذا أيضا نوع من الخطاب الشعبوي الذي يتهم السياسيين بالفساد هذا الخطاب سيجمع كل من هو غير راض ولا يحب السويد ويكره سياسيه إذن أنت وتحلوك وكما تقولون لا تهتمون باستطلعات الرأي رغم إشارتها إلى انحضار شعبيتكم اسمك يتردد للتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية والانتخابات ستجرى في مايو أيار المقبل فهل يهمكم هذا المنصب؟ أنا مصمم على الفوز للمرة الثالثة في انتخابات سبتمبر أيلول العام المقبل ويجب أن أكون واضحا خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الماضية قبل أربع سنوات كانت استطلاعات الرأي تشير إلى أننا سنخسر لكن ما حصل يوم الانتخابات لم يكن مشابها لها لقد فوزنا فيها إذن لن تقبل بمنصب رئيس المفوضية الأوروبية لست مهتما به لا أنا مصمم على الفوز مرة ثالثة في الانتخابات إذن ليس ممكن أن أجمع بين الاثنين إن نظرنا إلى ما يحدث في أوروبا وإلى وحدتها السياسية وأنت رئيس للحكومة السودية ألم يهن الوقت للاتحاد الأوروبي أن يتابع وينفذ التوصيات التي وضعها؟ أؤمن بأوروبا قوية حين نحتاجها لكن الاتجاه اليوم هو نحو البيروقراطية والمركزية في صنع القرار في بروكسل وهذا لا يلقى دعما كبيرا خارج بروكسل وحين ننظر إلى أوروبا وهذا يصح أيضا في السويد فعلى الرغم من التركيز على الكفاءة يجب التركيز على كيفية تسييرها وهذا لا يعني أننا لا نريد أوروبا وإنما نريدها قوية يمكن الجمع بينهما هل تشعر بالأحباط حين ترى أن بلدانا جنوب أوروبا تحتاج وقتا لوضع إصلاحاتها الأساسية قيد التنفيذ؟ ذهبت إلى جنوب أوروبا إلى البرتغال أرابع الماضي وتنقشت مع زملائي هناك إني أكن احترما عميقا لما يقومون به كما أنني متضامن مع المحتجين لكنك لم تجدها مغبطة؟ أعتقد أنهم قاموا بالكثير إسبانيا تقدمت كثيرا في إصلاحاتها كلفة اليد العاملة أخذ في التقلص سواء في إسبانيا أو في اليونان هناك زيادة في الإصلاحات في إيطاليا ولكن وضع حكومة للتسياسي صعب إذن جميعها قمت بالكثير ما هو محبط في أوروبا في الوقت الراهن هو أن الوضع الاقتصادي العالمي في تغير ولسنا في وضع تنفسي حاليا إن كانت الأمور تسير ببطء فهل هذا يعني أن تدابير التقشف ستنجح؟ استطلعون للرأي أظهر أن الأوروبيين يعتقدون أنها فشلت؟ نعم شعورهم بالفشل جاء نتيجة التدابير الذي تواجههم كما تواجه وضعهم الاقتصادي هل ستتخذ نهجة ألمانيا؟ أود القول إن ما نريده هو أن تكون المالية العامة بحالة جيدة نحتاج إلى تنظيم هذه المالية العامة لزيادة القدرة التنفسية على صعيد الأبحاث والتطوير ومرونة سوق العمل أي أنني أعتقد أن التدابير التقشفية التي وضعت يضف إليها تقلص كلفة اليد العاملة يشكلاني طريقة جيدة لزيادة القدرة التنفسية بالنسبة لليونانيين مثلا الذين نزلوا إلى الشوارع تقريبا بشكل يومي فهل تقدر وجهة نظرهم؟ تماما هذا ما قلته إنهم يشعرون بالإحباط كثيرا وهذا مستمر منذ سنوات عديدة السويد وجهتها صعوبة حادة على مستوى الاقتصاد بداية التسعينيات وقد احتجنا إلى عشر سنوات تقريبا لنقف مجددا وهذا ما نره تماما اليوم في اليونان إذا أتفهم شعورهم فرغم قيامهم بالكثير من الإصلاحات ديونهم كثيرة جدا الأحباط هي الكلمة المناسبة أن نظرنا إلى أوروبا ككل وأن نظرنا إلى بريطانيا حيث سيجرى استفتاء حول بقائها ضمن الاتحاد الأوروبي فما هو شعوركم حيال البلدان التي تختار الخروج منه؟ هذا الخيار له معنا فإن كنت عضو في الاتحاد الأوروبي يمكنك المشاركة أو عدم المشاركة ببعض الأمور المملكة المتحدة وكذلك السويد هما خارج أوروبا وقد ركز الاتحاد نشاطاته داخل منطقة اليورو نحن إذن بجزء ما خارجه على الإطلاق وبالنسبة للسويد من الهم جدا أن تبقى المملكة المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي نتشارك الأفكار نفسها ونؤمن بالعمل التجاري والإفتاحي وتوسيع الاتحاد الأوروبي قيمهم قريبة من قيمنا أعتقد أنها اقتصاديا تقابل ألمانيا وفرنسا فهذا سأسعى لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد وما يقوم به ديفيد كاميرون هم جدا أيضا حين قال سأثبت لشعب البريطاني أيضا الربح الذي سنجنيه من بقائنا داخل الاتحاد الأوروبي حين أتابع نقاشات وسائل الإعلام البريطانية يظهر الاتحاد كتهديد حين يفرض قرارة أخذت في مكان آخر بالنسبة للاستفتاء في بريطانيا وسعود اليمين المتطرف ألا تعتقدون أننا سنصل إلى نقطة لن تستطيع الديمقراطية معها أن تحقق أهدافها؟ ربما كانت توقعات خاطئة اليوم لا يمكن الطلب من السياسيين أن يحلوا جميع المشاكل ربما يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة وعلى السياسيين أن يبنوا علاقة ثقة مع الشعب هذا ممكن في السويد وأوروبا الشمالية لكنه أقل وجودا في الجنوب من الصعب جدا استعادة الثقة بعد خسرتها حين تخسرين ثقة الناس سترين ديناميكية جديدة ترين الشعبوية والتطرف لا أقول إنني أخشى ذلك لكن غالبا القادة يؤكدون أنهم يستطيعون حل جميع المشاكل وإن لا وجود لها القيادة ليست على هذا الشكل يجب القول إننا نعاني من المشاكل التي يمكن حلها جزئيا ويجب القيام بذلك بالتعاون مع المجتمع القادة يستخدمون وسائل الاتصال الاجتماعية منهم وزير خارجيتك ولديه ما يقارب الربع مليون متابع بينما أنت ليس لديك حساب تويتر لماذا لقد اخترت ذلك أعتقد أنه إذا اخترتي شبكة الاتصال الاجتماعي وتويتر يجب المتابعة بذلك أو إن قلت إن نهارك لا يستمر أكثر من 24 ساعة ولديك الكثير من المسؤوليات وحياة خاصة وأريد التوازن فيما بينهما لهذا قررت وضع هذه الشبكات الاجتماعية جانبا على أي حال من السهل على السويدين معرفة أفكاري ومعتقداتي لأنني موجود في وسائل الإعلام اليومية بالنسبة لي هذا كان خيارا للحفاظ على حياة الشخصية ووقت الحر لقد رأيت مشهدا هزليا من إنتاج أيروفيزيو تظهر فيه وأن تتوبخ خلال اجتماع لمجلس الوزراء لأنك لم تضع كوبك الخاص في غسالة الأطباق فقمت من الاجتماع تجرر أذيال الخيبة ومعتذرا لتنظيف الغسالة إنها محاكاة ساخرة لكن تبين أن قادة الدول الإسكندنافية يمكن التواصل معهم بسهولة وخلال حياتهم اليومية فماذا تقوم به بشكل يومي يمكن أن يفاجئنا كل ذلك هو صحيح لنفكر بأن قيادينهم أعلى مرتبة منا ولكنهم مثلنا فهذا هم جدا بالنسبة لسويتين يريدون رؤية حياتي الخاصة وأنا أشتري الطعام وفي المطعم وإلى ما هنالك فهذا ليس غريبا وفكرة المشهد الفكهي جاءت من أنني أحب التنظيف والتلميع كنت دوما هكذا ومعروف بذلك فهناك حقيقة مرتبطة بالمشهد فلهذا نجد الأمر مسليا مع علي رئيس الوزراء نشكرك لمشاركتنا في جلوبال كونفرزيشن